فيقول أهل العلم فمن ادعى أنه رأى الجنين فقد كفر بما أنزل على محمد ده قرآن واضح يا أخواننا ثم تعاليه أنه يعلم الغيب هذا أيضاً كفر بما أنزل على الرسول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا من الله أكبر من تحفظينه إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله فإزاي أنت يا ضعيف يا حقير تقول أنك أنت يا أفلان عن طريق حسابات هتموت بعد كذا أو أنت هتتجوز بعد كذا أو أنت هتسافر بعد كذا وسبحان الله إن كان قد لمس فيك كلمة من الصدق مع مئة كذبة نتعلق في كلمة الصدق بس هو قال حاجات حصلت يا سيدي ماشي والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جماعة والحديث رواته عائشة في الصحيحين جاء جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن الرجل والرجل هنا في عموم اللفظة في الحديث الرجل أو المرأة يتكلم بالكلمة من الحق فتقع بقدة يحصل كذا ويحصل فقال النبي ليسوا بشيء دون ناس تفهى دون ناس تفهى ابعدوا عن الناس يا إخواننا ليسوا بشيء إنما هي الكلمة إنما هي الكلمة من الجني يقرها في أذن وليه قرى الدجاجة وليه من؟ اللي بيتبع ما تتلو الشياطين من آيات وكفر وسجود لغير الله ومن كفر وتبول على القرآن ومن استهزاء بآيات الله ومن سب للنبي والصحابة وأمهات المؤمنين نساء رسول الله هو هذه بضاعته فإن جاءت إليه فقد شاركته إثمه لأنك أعنته على الكفر والنبي يقول من صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد والكفر هنا ليس كفران ملة بل كفران عقيدة لازم أن نصحل العقيدة بتاعتنا لأن دورنا في الحلقات إن أنا وجهك إيه وعتد عقلك لهؤلاء جلب الحبيب ورد المطلقة واحد قال في أقل من 36 ساعة والتاني قال 24 ساعة والتاني قال 12 آخر واحد طالع بيقول في أقل من 3 ساعات يعني بمجرد بتكلمه في التليفون الأمور تخلص طيب الناس اللي اتفعوا مع الناس اللي يعطلوها فلوس عشان الأمور تخلص في أقل من 3 ساعات هايوة يا حجة الأمور خلصت تقول لك والله يا ابن زادي التعقيد وما نبنى إلا أننا أثمنا تقول لك كده إحنا خدنا الإسم وخلاص خسرنا فلوسنا وخدنا الإسم لماذا؟ لأنه لا يحارب إلا أهل القرآن والسنة أهل الركعة الشرعية اللي هم قائمين على الركعة بحق يتحاربوا وأهل الضلالة والنصب والفجور يتركون على هامات الشاشات يصرحون هنا وهنالك ولا يستطيع أحد أن يتكلمهم ليه بحجة أن أهل القرآن والسنة ما بيتكلموهش بيسيبوا أمرهم إلى الله وأنا أرى أن ذلك حق وأفوض أمري إلى الله إن الله بصرهم بالعباد هذا استهزاء بمنهج طبي وأورده النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم فيه وأبحر فيه وأورده بخاري ومسلم وغيره من كتب الصحاح كتاب الموطل بن مالك ومسند الإمام أحمد بن حنبل وكتاب الصحي البخاري ومسلم هذه الكتب ألمت بهذا الجانب من طب رسول الله ثم أورد فيه أهل العلم لو عايز تقرأ وتبحر في كتاب فتح الباري ابن حجر العسقاني في شرح السهل البخاري كتاب جميل جدا افتح كده على كتاب الطب وشوف النبي وبتكلم عن السحر وعن الحسد وعن العين وعن الروقية وكيف سحر رسول الله وكيف رقى جبريل رسول الله ومكس رسول الله في سحر ستة أشهر حتى كاد النبي أن يفقد بصره ثم جاء جبريل ورقاه سبحان الله يا بل مداومة على الروقية هي أساس الشفاء ايه وعد فكر ان احنا وإحنا لابن شفيك أبدا التوسل إلى الله بالدعاء والرجاء سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين حينما يتجلجل بها الراقي على المريض والله لو كان به مرض العضوي لبرأ ولم لا انت عافون قصة سيد الوادي لما لدى أبو سعبان والراجل طلع قال هل منكم من راك فقام أبو سعيد الخدري إليه فلقاه بفتحة الكتاب فبرأ ده سم يا أخوانا مش جن فلما انصرف إلى رسول الله قص عليه الأمر احنا بنختصر الحديث وانشرحه ان شاء الله في حلقة قادمة فقال النبي يا أبا سعيد من الذي أدراك أنها رقية سورة الفاتحة إنها شافية كافية وقية شافية كافية وقية ما لقيتك بالحنجل والمنجل والشبشب والصندل وحس حس حس والكلام الفاضي ده وزاره وكلام لا يعلمه إلى الله عز وجل ما الذي خرجنا به نقصد في العقيدة ثم بعد ذلك شوفوا الخطر اللي جاي وقد أنبأ أهل العلم أن تداول السحري هو من أخطر الأمور التي تصيب الأمة تداول السحري يعني ايه الكتب المتنطورة على الطرقات بتتبع شمس المعارف وغزنة الأسرار وكل واحد وكل واحدة طلعة تقول احنا عارفين من الغب ما كان وما يكون ومش عارف ايه هينزل والمسيخ الدجال نزل ومش عارف ايه وبدأنا نضربه بجهالة العقول في غيبيات اللي لا يعلمها إلا علم الغيوب بدأنا نضرب هنا ونالك فبدأت الكتب تيجي وتحضر جن ويحضر جن والقرى والمدن امتلأت ايه اللي حصل القرى بدأت تشتعل نار لا العلماء عارفيني النار دي جاي من اين وانا وقيتها بعيني ورب الكعبة قرية كنت خطيبا فيها في مسجد وبعد صلاة الجمعة اخذاني المصلون الى شارع طويل قالوا انظر فدخلت البيوت الناس قعدوا باروا في الشارع ورب الكعبة رأيته السقف الخرصاني السقف خرصانة يخرج منه النار كأنك عامل شعلة في الخرصانة هذا والله امامي احنا نعرف النار تمسك في قماش تمسك في قط لكن تطلع من الخرصانة فقلتوا لابد ان هناك شاب يعملوا بالاسحار في هذه القرى قالوا نعم فلان 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 جبنا الاخ يا ابن ليه ولماذا تهيج الجن بالكفر ما هو ده اخواننا من اعمالكم سلط عليكم بعد كده تقول عايزين حد يطف النار مش لما نطف العقيدة الاول الملتهبة عندنا مش لما نطف استغاثة الدين في صدورنا الدين بيستغيث كفر يبين يسجد للشيطان ويقفر بالله ويقول باسمي مش عارف مين الولد بيحكي لي حاجات تجنب يقول لي لا احنا عندنا بنبدل بدل باسم الله الرحمن الرحيم باسمه نقول لي اسم الايه الجن اللي بنستعين بمن دون الله ثم يأمرنا بيوقع على القرين فنفعله اشياء تغضب الله كربط المصحف في الرجلين نخش بالحمام يرضي الله هل تقبلون ان يربط كتاب الله في اقدامي الشباب ويدخلون به دورات المياه ايه اللي بيحصل ده فيروح ربنا بصلاب بقى غضبه طب ايه يا عم الشيخ احنا زنبنا ايه زنبنا ان احنا رأينا المنكر ولم ننهي عنه ورأينا المعروف واستهزأ مش بأمرنا بالمعروف استهزأنا به فلا يستهزأ الا باهل العلم ولا يسخر الا من محجبات ولا يرد الا الفقهاء ولا يسبق الا العلماء كابن تايمية والاعماء اللي هم على المزايم الاربعة ابو حنيف والشفعي ومالك وابن حم هم دلو يسبوا لكن ما رأيته داعرا ولا داعرا سبوا مثلا ولا زان ولا ذانية في الشارع مثلا في طريق في مدينة او في قرية اقول لك يا عم ماناش دعوة حض الله ما بيننا وبينه يا عم ده يا راجل مجرم وست مجرمة ده ممكن لاننا اصبحنا الان نرى فظائع الامور ثم لا نأمر بدعوة وسطية تركنا الدعوة تنهال عليها الجهالة ثم اتبعنا اهل الجان وتركنا اهل العلم فعايزي النهاردة اقول لك ان الجن يهيجوا بافعال الكفر تعالف عكا تعمي بقى الجن والله حتى الساحر ما يعرف ورب الكعبة الساحر ما يعرف طيب ايه اللي نعمله عايزين نعود لربنا الاول لان هذا البلاء المتنزل على الامة لن يرفع الا بقدر الله وربنا بيبتليكم ثم ينظروا الى قلوبكم فمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريده الاخيرة فيه ناس بتكفر وفيه ناس بتؤمن اللي بيكفروا اللي بيتبعوا السحر وش سحرة واتبعوا ما يتطلو الشياطين على ملك سليمان واللي بيؤمنوا بيتبعوا ما يتطلو الله عز وجل في كتابه صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن شفاء وانه نزلوا من القرآن ما هو شفاء ورحمة وقال عليكم بالشفاءين القرآن والعسل يبا بدل ما جيب اوراق علاقها على جدران الحيطة وعلاقها على الصدور اشغل سلطة البقرة في البيت ازن يا راجل ازن في بيتك الاذان والتكبير يطفئ النار سبحان الله كبر كبر اقف كده على النار المشتعلة والبلدة كلها تكبر الله اكبر الله اكبر تجلجل النصر يقوله في ارضا في التكبير النصر على الاعداء النصر على الاعداء في ارضا في التكبير واحنا في حرب 73 الله اكبر الله اكبر الله الله العظيم ما رفعت راية المصريين في هنالك الا بالتكبير بشهود الناس اللي هم كانوا بيحاربوا في التوقيت ده فلما يحصل هجوم من الجن عليك الله يعمل حاجه والجن بيهجب يا اخوانا مخلوق كمثلك ولكن الفرق بينه وبينه وبينك انك ظاهر ووخف يبقى كل العبادات المتنزلة امر بها الجن والانس وربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوه معمور بالطاع وبالصيام وبالعبادة برضو حدود حدود الزان فيهم والصالق فيهم والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وبيعهم على ان يؤمنوا بالله ولا يشركوا به شيء ولا يزنون ولا يخطنون النفس اللي لا تحرم الله اللي بالحق وقالوا يا رسول الله صف لنا طعاما قال طعامكم الملح والعزب ده الجن ويوحى الى النبي ان فيه جماع من الجن يسمعون القرآن كل اوحية الي انه استمع نفر من الجن قالوا ان سمعنا القرآن عجب يهدي الى الرجل فامن به يبقى لما تيجي اقرأ عليك القرآن الجن بيستمع للقرآن ويستهدي بالقرآن فيتولى عن الجسد رغبة في التوبة ما هو مخلوق زيك ما انت عاصي ولما بقولك عب كده يقول والله انا مزنب ونفسه توب الى الله وعايز اكون انسان ضيق هو كذلك يستبرق من زنبه فلما يحصل كوارث الجن ما تستعجبش لانه مخلوق موجود طيب ما انت لما بتجي تعاشر زوجتك وانت عارف ان في جن موجود بتقول الله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني تنكر لا ما بنكرش طيب لما بتجي تأكل بسم الله عشان الجنين ما يأكلش معاك طيب لما بتجي تخش الحمام اعوذ بالله من الخبص والخباز عشان في جن جوه سبحان الله ما انتم مدركين ان الجن موجود في كل مكان ولكن استعلاء الجن على ابن آدم باتباع الحوى وطرك أوامر الله فيصلط الله عز وجل هذا المخلوق فيفسد الحرص والناس يعمل العق يأخر الحمل والدكات لأقولك سبحان الله عقم بلا سبب والله ورب الكعبة اكثر من حالة تجي لنا عقم بلا سبب وتتعالج بفضل الله بالكرآن والسنة يحدث النزيف عند المرأة يحدث الألم الشديدة في الظهر وفي الأطراف وفي الأرجل وسبحان الله يعمل ما بدأ لك وتاخد مسكنات ما فيش فايد تركب الكرآن تبرأ بس بعد ما بناخد أولوية الطب لأن الطب عامل متكامل مع العلاج بالروخ لا ننكره ولا نهمله الإمام الشفعي يقول لا ينكر فضل الطب إلا جاهل حاقد وعلم الطب هو أفضل العلوم بعد علم الكتاب والسنة الإمام الشفعي الذي قال شكوته إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي فالجن لما يحرق ولما تلا عندك أموال ناقصة تقول لي أنا حطت ألف جنيل اتبتين من التغنين تب الحرام إلا يسرأ يسرأ الألف ولا يسرأ متين وبعدين المكان اللي أنا حطت في الفلوس لم يتغير ولا مفتوح ولا مكسور وخلاني شكت في البيته هو ده يريد الشيطان أن يقع بينكم العادة والبغضاء بيحرق بيسرق بيخطل إيه يشاهد من كده لما كان شاب حديث عهد بعرس في عهد رسول الله خرج في غزوة مع النبي ثم استاذن رسول الله أن يعود من الغزوة فيعرس بزوجاته قال أنا لسه متجوز جديد فأزن له النبي فلما رجع وجد على فراشي حية تعبان ممكن أن تشوفه في البيت بس النبي علمنا ما نتعملش مع الحيات بهمجية فأخذ سهما ثم أطلقه على الحية فانطلق السهم إلى الحية وانطلق من الحية إلى الشاب فقتلت الحية وقتل الشاب فرفع الأمر إلى رسول الله فقال لذاك جني قتله فقتله السعوبان ده كان جني إذا رأيتم النبي بيعلمنا إذا رأيت مثل ذلك فأزنوهم ثلاثة لو لقيت حية أو تعبان أو عقرب أو ما شابه ذلك ما تبدرش بالإيه؟ بالاعتداء والله الحبيب محمد يعلمنا كده آذنوهم ثلاثة قل له أزنتك بالله أن تنصرف آذنتك في يوم الثاني ما نصرفش قل له أزنتك بالله أن تنصرف في اليوم الثالث ما نصرفش آذنتك بالله أن تنصرف فإن انصرف فذاك جني فلا تقتلوه لو انصرف في اليوم الثالث وإن لم ينصرف فذاك سعبان فأقتل Barriss وحدي يقول لك عم الشيخ بنتا حفظ اللين في البيت وفيه تعبان موجود في حتة معينة ده أنا ما نامش ده أنا لو سرصار جنبها ما عرفش أنام نقول له يا أخي لأن إحنا فقدنا سوابت اليقين في القلب احفظ الله هيحفظك وما لو روحت تجاهد في سبيل الله مثلا ونمت في الصح أو روحت تدافع عن وطنك ونمت في جبل هتعد دور طعبان جاي منه ما فيه سوابت إيمانية سوابتنا النهاردة نتصل برد المطلقة وجال بالحبيب وعايز كام وخد ورجعلي وما نعرفش هو من اللي بيتكلم في التليفون وفي الآخر لما ننصح إحنا اللي نتئذي بس مش مشكلة أوزي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتم الله على لسانه النور الإيمان والعلم والقرآن فلابد أن أنا عرفك أني لما يحصل حرق لازم أن تأذن وتكبر وتجيب نبات الورص نبات الورص الذي نعته رسول الله في حديث زيد بن أبي الأركم في صاحب لماجر ركم 3576 حديث بسند حسن صلى الشيخ الألباني قال صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أبي الأركم في صاحب بن ماجركم 3576 الورص ده مادة جميلة جداً يا أخواننا من نبات الجنة وزيت أنه هو زيت الزيتون وقصة أنه هو القصة الهندي لو جبت نبات الورص وقرأت عليه فتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم البقرة وخواتيم الحش وكله والله أحد والمعوزتين ثم رشية الأماكن ديات لو حتى رش القرية كل واحد يجيبه يرشي يا أخي تبركاً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وشغل سلطة البقرة في البيوت وارفعوا الآزال وكبروا الرحمن الله أكبر الله أكبر إلا وانطفقت ما هو ده؟ اللي إحنا نعرفه لكن إن أنا أتقيد بسوابت تعالي أفلان وتعالي أعلان وروح نلقى مع عاصي وناس شغالة في السحر وناس بتطربط والنساء بتطلق والناس ما بتحملش نساء ما بتحملش وتهجير سبحان الله ده عبقرية كل شغال في الموضوع ده كل من فشل في أمر ياخد طريق السحر والصحر وقولك بس أنا هقولك على الغيبيات وهقولك بتعمل إيه فالناس تفتكروا أنه فهلاوي أبدا والله بل هو أجهل الناس بل هو أغبى الناس لأنه تطاول على حدود الله عز وجل غبي مش فاهم إن ربنا قادر وبيمهله ويمد له مدى ويعد له عدى بيمد له لأنه بيعد له وله عذب أليم وفي نفس الوقت ربنا يحذركم منه يخادعون الله يحذرك منه يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذب أليم بما كانوا يكذبون يبقى أنا عندي الثواب يدي لازم أن تعرفها أخ أيضا بيسألني بالأمس في التليفون بيقول له هو فيه حاجة اسمه سحر على القرين قلت له مني قال لك الكلام ده قال لنا انتصلت بشيخ قال لنت عندك سحر على القرين يا الله يعني حد عمل لك سحر على القرين يعني قلت له ما فيش الكلام ده لم يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا تكلم يجب أن يتكلم بعلم إيه دليلك من القرآن والسنة أصبحت الأمور مجرد غوغاء زي ما قلت لك حديث المردس الأسلامي قال صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول الصالحون يذهب الأول فالأول الناس الصادقين الناس المتقين الناس اللي يدلوك دلالة الحق ويبقى الحسالة والله نبقى لكده ويبقى الحسالة حسالة كحسالة الطمر والشعير رضيء شوية ناس بيكلموا برضاءة فيقول نبيه لا يباليهم الله يبال مش عضلهم انتمام سيبهم كله بيخبط في كله وكله بيسمع لكله احنا عايزين ثوابت أدلة ربنا أعطيك العقل التميز انا معمول للسيح اكتشفته ازاي لابد أن أقرأ عليه كما فعل المصطفى صلى الله وكما فعل ابو سعيد الخدري على سيد الوادي وكما فعل عمر كان يرقب بفتاحة الكتاب وكما فعل العمر بن حزم كان يرقون بركة العقلب وكما علم النبي السيدة عائشة ركة النملة الله أكبر ركة النملة من العين والسعفة ومن الحسد يخوانا الأمور بجد يعني اختلط فيها الحابل والنابل وكسروا فيها الروايبضة وكلنا بنستمع لأي حد ما ينفعش أين السوابت الإيمانية وأين الفقه ده باب في صحيح البخاري اسمه كتاب والطب موجود في السحر والحسد والعين والنبي بيشرح وعلمنا جابريل نزل النبي واحد يقول لي منعم الشيخ بصلي وبعبد ربنا وبرضو سبحان الله تعب عندي هو فيه جني بيجي له أقول له النبي وفيه أصدق من النبي وأحسن من النبي وأبهى من النبي وأجمل من النبي أفضل الخلق إلى الله عز وجل ورغم ذلك يبتل بالسحر أكثر من مرة وأصر سحره في جسد رسول الله حتى كان يفعل الشيء وكان يظنه يظنه أنه يفعل الشيء وكان لا يفعله وحتى كاد نبي أن يفقد بصره صلى الله عليه وسلم ثم يأتي جبريل ويرق النبي ويقول بسم الله يأقيك من كل شر يؤذيك من عين عائل ومن سحر ساحر الله يشفيك اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي وأنت الشافر لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقمة امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أن اعترافاً بضعفية ابن آدم اعترافاً مننا بحقارة أنفسنا بيناد الله امسح الباس يا رب امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أن بسم الله تربط أرضنا كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بسم الله تربط أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا سبحان الله فين الكلام ده يا أخوانا ايه اللي احنا بنسمعه النهاردة ده ايه اللي احنا بنسمعه من هذه الأفكار الهوجاء والتعدي على الله عز وجل ورسوله بالتهكم على الغيب وبالتدخل في الأخبار والأرزاق زي ما قلتلك الحلقة اللي فاتت قال لي شاب قال لي ده اتصلت بواحد قلت له أنا هموت إيه يا أخي ده ممكن يا أخي وانت بتقول له موت إيه انت ربنا ياخدك دلوقتي وسألك عن نيتك انت بتدخل في الموت لإيه وانت عايز تعرف هتموت لإيه ولو جي ملك الموت هتستسلم وتقعد زي الأفندي وتسلم الأمر اللي لا هتخرج عار حافي وانت بتسلم عشان تستعد ما تستعد بدون سؤال ما ممكن يجيلك دلوقتي ممكن ملك الموت يكون قاعد دلوقتي بعد الحلقة الله أعلم مين فينا هيموت فقال لي سألته قال لي انت هتموت بعد شهر عدى شهر وما موتش قال لي سألنا لإيه الحسابات كده ممكن أتغير فيها أخر لك وأدام لك إنا لله وإنا إليه رجعون شوفوا تعالي على ما شوفوا الكفر أني ممكن أعمل لك حزبة كده طولت لك يا عام شوي ادفع بقى يا سيد فقال له يعني طولت لأدي قال له زي ما انت عايز على قد ما تدفع طول لك العمر إنا لله وإنا إليه رجعون وناس صدقت وشاب يصدق هي دي المسيضة مسيضة في أهل الجهل وتعالى أقول له اقرأ آية على الهوى أو على التلفاز مين دول؟ مين اللي كانت من الأشريطة دول؟ ومين اللي بيعملوا إعلانات على الفضائيات دول؟ هم مين؟ صورتهم إيه؟ شكلهم إيه؟ علموهم إيه؟ مفيش هو مجرد دعاية تعالى يعني اقرأ القرآن والله ما يعرف من كتاب الله لأن ربنا لجمه بالباطل فكيف يقرأوا الحق؟ فعشان كده أنا بقولك أن سوابة السحر والمس موجودة عندنا في كتب السنة إنها بيحددها لنا ما يعرفش إنحيد عنها والعلاج ثابت في القرآن والسنة المسي يخواننا وستحر يسبب عشاشة العظام للمسي يسبب التوهان يسبب الاجتعاب النفسي يسبب الضير يسبب الهن الجني يصرق المال الجني يخواننا بيحرق الجني يخواننا بيخطل والثوبت بالسنة الجني يخواننا خفى سعد بن عبادة الأنصري حوالي ثلاث سنوات في زمن عمر بن الخطاب طبعاً تعال مرة تسمعه القصة دي سعد بن عبادة كماشي بالصحراء فبال في جح تبول في جح اختفى من سيده فظهر بعد ثلاث سنوات والقصة على فكرة حصلت في الأيام دي وعدنا مع الشخص وحكالنا غرائب وعجائب طيب سيدنا عمر بيسأله أين كنت يا سعد قال كنت في الصحراء فتبولت في جح كان به جن فأصروني أصروني هم قالش أنا شفت مين ومين لا بس هو يسمع الصوت جماعة من الجن أصروا يسمع الأصوات بس هم شكلهم ايه يراكم هو قبل من حيث لا ترونه خدوه فقال فاحتجزوني عندهم ثلاث سنوات حتى وهم كانوا قبلة من الجن الكافر الذين ليسوا على ملة الإسلام فجاء جماعة من قبيلة الجن المسلم هو شاب حاجة غريبة أجنين أم إنسي قال أنا جنين جئت علمت أنك رجل تعطي الصدق فأخذته من مال الصدق قال فمن الذي يعصمني منك قال إذا أريت أن يعصمك الله مني فبتقرأ آية الكرسي عند فراشك خلي بالك الحافظة اقرأ آية الكرسي وانت جاي تنام امسح اقرأ فاتحة الكتاب وكل الله أحد والمعوزتين وامسح ما أكبر من جسدك وما أكبر هكذا فعل النبي الموضوع تطور اعمل روكة شرعية ما انفعتش تعالى نعمل روكة شرعية مع بعض نقرأ عليك القرآن ونعمل تخريج رسول الله لازم أن يا أخوانا نخرج إيه السابت في التخريج حديث النبي من حديث عثمان بن أبي العاص لازم أن المعالج يخرج مش عارف يبا ما يعالجش التخريج على أمرين تخريج السح أو المس أو الحسد أو العين سابت سابت في السنة إما عن طريق الفم أو عن طريق الدم يبقى نحط كده المريض قدامنا ونقرأ ونقوله افغرفاك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ من آيات الله ما يستر لنا من آيات استفتاح ورقيا وشفاء ثم بعد ذلك نضربه على رأس الرجل وعلى رأس المرأة بالسواك على صدر الرجل ورأس المرأة بالسواك ثم نقوله اخرج عدو الله اخسأ عدو الله هكذا قال رسول الله والله كلام قاله النبي لعثمان بن أبي العاص أو عن طريق الدم اللي هو الوخز برضو نشد الدم ونقول نفس الآيات ثم نقوله اخرج عدو الله فيخرج ليه لأن النبي قال الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق فنخلي بالنا يا إخواننا الله يكرمكم إذا كانت هناك ثوابت وشواهد من القرآن والسنة وعلم رسول الله جلي واضح فلماذا نطلس بأهل الجهالة لماذا نلجأ إلى أهل السفاهة لماذا نلجأ إلى هؤلاء الذين يخاطبون عبر التليفون ولا نعرف علومهم ولا مبادئهم ولا فلسفتهم في علاج هذا الأمر الذي شرع فيه نبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وصولا إلينا محافظين ولا نزيد ولا نبدل من كلام الله ولا من سنة رسول الله علاج السحر والمس والحسد تعديل العقيدة اللجوء إلى الله الدعوة الحسنة بالدين الوسطي ثم بعد ذلك نعمل رقع شرعية ونخرج ونعمل هادي النبي صلى الله عليه وسلم كل ما قتنا من صدلة النبي من زعفران وزيل زيتون ومسك وعسر نح كل الأدوات دي النبي يشارعها فهيريت نعملها بفضل عزيزة أما بالنسبة لبيت يحرق أو يصرق فيه المال زي ما قلت لك هات نبات الورس ورشي لبيت أربعين يوم شغل سطو البقرة أزل وكبأ الأمر ينتهي الأمر سهل جدا فسيحنا عايزين نتواصل مع أهل العلم مش مع أهل الجاه فهيريت نكون إحنا أدينا ما علينا من أمانة هذا الدين حتى ننفع بها المسلمين ونرفع كفة ضراعة إلى الله بالدعاء ورجاء فأعيروني القلوب والأسماء حتى يخرجوا مننا التائبين بين هذه الله الآن في ساعة يتجلى فيها ربنا سبحانه وتعالى فأقبلوا فيها الدعاء في هذا اليوم الطيب الذي فيه ساعة إجابة نسأل أن تكون هذه ساعة قلوا معي نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا يا ربنا على ما فعلنا وعزمنا يا ربنا على أننا لا نعود إلى ذنب أبدا اللهم اغفلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا يا ربنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك يا ربنا من النار ومن خزي النار ومن عذاب النار ومن زقوم النار ومن كل عمل وفعل يقربنا إلى النار يا عزيز يا غفار اغفر لنا الذنوب والآثام ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل اللئام اغفر لنا يا ربنا ما قدمنا واغفر لنا ما أخرنا واغفر لنا ما أصررنا واغفر لنا ما أعلنا واغفر لنا ما أنت أعلم به منا يا واحد يا الله يا ماجد يا الله يا رقيب يا الله يا حسيب يا الله يا قاضي الحاجات ويا سميع الدعوات ويا غافر الذلات ويا مقيل العثرات اقض حوائجنا وحوائج المسلمين ونفث القرب عنا وعن المكروبين وارفع الهم عنا وعن المهمومين وقض الدين عنا وعن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وإلى أن ألقاكم في لقاء آخر أترككم في العاية الله ومن وكرمه معدنا الجمعة جاء إن شاء الله مباشر وإعادة السبت الساعة عشر صباحا فإلى أن ألقاكم أترككم في معية الله وكرمه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته